أنت كنت اليوم صباحا على الحدود اللبنانية السورية واطلعت على الأمر وكيف يدخل بعض من اللاجئين السوريين في لبنان إلى الداخل السوري وأيضا أعتقد قبل إصدار مرسوم تعليق المئة الدولار بالنسبة للسوري لدخوله إلى الأراضي السورية لنحو أسبوع ما هي التفاصيل؟ ما هي المشاهدة التي رأيتها وأنت كنت هناك؟ اليوم على الحدود السورية كان الوضع مأساوي ومؤسف جدا السوريون واللبنانيون معا يعانون من قلة تدبير على الحدود القصة ليست قصة بأنه وقفنا المئة دولار القصة أنه هناك حالات استغلال شكا كثير من السوريين على الحدود اللبنانية في الجهة اللبنانية من حالات استغلال يعني المئة دولار اللي حرمت اللي ما أخدت ما رح ياخدوها منها منهم بسوريا يعني عم بيدفعوها أجار طريق من المركز الأمن العام اللبناني إلى نقطة منطقة الحرة اللي هي حوالي الخمسة كيلو متر أو ستة كيلو متر هايدي عم بياخدوا منهم مئة دولار ليوصلوهم على الحدود فقط بخمسة أو ستة كيلو متر في محاولات لاستغلال السوريين لأنه أغلب السوريين ما معن سيارات تسعين بالمئة وخمسة وتسعين بالمئة ليملكون السيارات للتنقل بالعكس اللبنانيين أغلبهم يملكون سيارات وهم يعبرون بسياراتهم ترجمة نانسي قنقر